السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب الكنو بخير لو جهاز الكمبيوتر بتاعت اصبح بطيء وبيعلق وبيظهر لك مشاكل غريبة فالفيديو ده ليك النهاردة هنتعرف على اداة مجانية بالكامل من مطجر ميكروسوفت اسمها واللي بتعتبر سيانة الويندوز الاداة ببساطة بتجمع كل ادوات اصلاح وسيانة الويندوز في مكان واحد من غير متحتاج تدور على اوامر معقدة او بارامج تانية مش موسوقة لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي ونثبت البرنامج ازاي تابع معي الفيديو للنهاية بعد تثبيت البرنامج بيظهر معنا في قائمة ابدأ بالصورة دي طبعا انا سببته في قائمة ابدأ عشان مشهول شوية ادخل اجيبه من قائمة الملفات تضغط عليه ضغطة واحدة يبدأ تقول له نعم هيبدأ البرنامج اشتغل معك بالصورة اللي حضرتك هتشوفها دلوقتي اماما لحظات بسيطة زي ما حضرتك شايف كده البرنامج فتح معنا ممكن نخليه طبعا بالحجم ده او ممكن نخليه بالشاشة كاملة لجهاز الكمبيوتر لو رحت على طول على طبعا هنا هيبدأ يمسح لك ملفات اه ملفات التنب بتاع الويندوز وملفات برتفش ودي اني اس ويبدأ ينضف لك اه اللي هو اللي موجود عليه نصام تشغيل الويندوز هنبدأ نضغط على ايس زي ما حارف شايف كده عملية تسريع وتنظيف اه سريع جدا يبدأ ينضف لك ملفات نضغط على موافق هننتظر طبعا لما يتم حساب الملفات الغير ضرورية اللي هو هيقوم بعملية مسحها بتظهر معك بالسورة دية تبدأ تعلم علامات صح تبدأ تضغط على موافق تبدأ تمسح الملفات اللي انت مش في اهتياج اه اليها طبعا هننتظر لحين الانتهاء من عملية التنظيف لان ما ينفعش ان انت تدي اكتر من امر للبرنامج في وقت واحد بعد الانتهاء من عملية التنظيف نبدأ نروح على الخيار التاني ده تمام انا هبدأ استعراض لك استعراض سريع اه هنا لو انت عايز تعمل عملية اصلاح ليه الهارد ديسك من المشاكل اللي موجودة فيه والباب سيكتور خط اخطاء الكتابة والقراية اللي موجودة على الهارد ديسك تبدأ تضغط وتنفذ الامر ده الامر التاني ده لو انت حابت اه ملفات الويندوز فيها مساكل او اخطاء تبدأ تضغط على اه اس اف سي طبعا بيرجع لك ملفات الويندوز جديدة زي ما كل اسم مسبت نسخة ويندوز جديد تضغط على ياس تمام تبدأ تظهر معك اللي هي شاشة الاسي اف سي تمام ويبدأ يعمل لك عملية لملفات الويندوز اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بالكامل ويرجعها لك جديدة كأنك لست مسبة بنسخة ويندوز جديد زي ما حارك شايف كده اه هو يبدأ يجد معاك اه من واحد في المية لحديد مية في المية كل اللي مطلوب منك ان انت تنتظر لحين الانتهاء من هذه العملية وتبدأ تستكمل باقي الاوامر بتاع اصلاح الويندوز ما ينفعش طبعا زي ما قولت لحضر لكم انك تدي اكتر من امر اه في وقت واحد بعد الانتهاء من عملية اصلاح ملفات الويندوز هنبدأ ننزل على الخيار التاني ده طبعا هنا بيرجع اه برضو اه ملفات الويندوز اه بنستعيد صحتها بالكامل كأن انت لسه مسبب النسخة من جديد حتى لو فيه ملف تالف انت بترجع تشغله زي ما كان. تمام? الخيار اللي بعدين برضو نفس الكلام تبدأ تتعمل اصلاح لأي اخطاء موجودة على جهاز الكمبيوتر. اه انا مش هبدأ اشغل كل هزي الاوامر لك طبعا ده هياخد منا وقت كتير وانا مش هعاز اتطول على حضرتك الفيديو. نروح على الخيار التاني ده. ده اللي هو التسريع والتحسين. هنا لو انا عايز امسح ملفات مسلا الكلير بتاع البردفش. هيبدأ يمتحالك زي محركة شايف كده. هنا لو عايز امسح ملفات اضغط على ايس. نسح على طول بسرعة. هنا لو عايز انا نصدف سلة المحزوفات وتضغط على ايس. هيبدأ يعمل عملية التنزيف. هنا لو عايز امسح ملفات لو ويندوز آآ قديم كان موجود عندي. هتبدأ تضغط على طول. هو هيبدأ ينظف لك بسرعة. طبعا في مجموعة كبيرة جدا من الاوامر انش اقدر استعرضها كلها عشان متولش على حضرتك الفيديو. لو رحت على الخيار اللي بعده ده الابديت. هنا بيصير لك آآ لستة بالبرامج المثبتة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. الملفات آآ اللي هي البرامج اللي حابب ان انت تثبتها او البرامج اللي انت حابب تحذيفها. وهنا لو عايز عايز تعمل تحديس لكل البرامج اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. زي ما حايف شايف كده. آآ هيبدأ يعمل لك عمليات تحديس على طول كل آآ البرامج اللي متثبتها على جهاز الويندوز. آآ طبعا انا مش هشغل الامر ده لانه هياخد مني وقت كبير. اقفله. لكن لو حضرتك حابب ان انت تكمل كمل. هنا نروح على اللي هي الامان. نبدأ هنا لو انا حابب ان انا وقف آآ جدار الحماية او اشغل جدار الحماية. آآ هنا لو انا حابب ان انا شغل اللي هي التحكم ازاكي في الطبيقات آآ او اوقفها. آآ لو عايز اشغل اوقف الهايبر فيه. هنا لو عايز اشغل هنا لو حابب ان انا اوقف. آآ هايبرنت لو انا حابب ان انا وقفها لو حابب ان انا شغلها. مجموعة كده من الخدمات. لو حابب ان انت تشغلها او توقفها على جهاز الكمبيوتر. آآ طبعا مش هقدر استعرض كل هذه الخصاصة الموجودة في البرنامج. لكن انا اخليك انت اتجربها بنفسك وتبدأ تكتب لي في التعليقات آآ رأيك فيها. هنا لو انا رحت لو انا حابب ان انا اعمل عملية اختبار آآ الانترنت الاتصالي اللي موجود عندي. لو انا ضغط عليه هيبدأ يعمل عملية اختبار الانترنت اللي موجود على جهاز الكمبيوتر. لو انا حابب ان انا اعمل اعادة آآ للآي بي. لو في اي مشكلة من مشاكل اللي تصل على جهاز الكمبيوتر طبعا بيبدأ يصلى حالك بسرعة. آآ مشاكل دي ان اس زي ما حرك شايف كده عملية اصلاح سريعة. تمام? لو انا عايز اعمل آآ اعادة آآ اللي موجود على الجهاز بتبدأ تضغط. هيبدأ يعمل لك على طول اعادة. طبعا هنا بتشتغل بيها الحاجات ديت لو كان في مشكلة على الاتصال بالانترنت. لو انت عايز تعمل آآ للشبكة بالكامل اللي موجود على جهاز الكمبيوتر لو في اي مشكلة بتضغط على ايس. بيبدأ يعمل لك للشبكة بالكامل. بحيس انه يصلح لك المشكلات اللي موجودة في شبكة الانترنت. زي ما حضرك شايف كده بدأ يعمل عملية اصلاح سريع. تمام? نروح على الخيار اللي بعده ده لو حابب ان انت تقفل آآ فولدر او فايل. آآ آآ هيبدأ يقول لك حدد الفولدر او الفايل اللي انت عايز تقفله. تبدأ تختار الفولدر او الفايل اللي انت حابب ان انت تقفله. تمام كده وتضغط على ران تسك. في ميزة كمان ان انت لو قفلت فولدر او فايل وحابب ان انت تفتحه بعد كده. بتختار الخيار التاني ده. نفس الكلام تبدأ تحددله الفايل او الفولدر اللي انت كنت قفله وعايز تفتحه يبدأ يفتحه لك آآ مرة تانية. هنا لو انا حابب ان انا اخفي فايل او فولدر نفس الشيء. كمان بنفس الطريقة. هنا لو حابب ان انت ترجع تصهره مرة تانية. هنا لو حابب ان انت تمسح اي فايل او فولدر مش عايز يتمسح على جهاز الكمبيوتر بتاعك. يعني في صعوبة في عملية المسح او في آآ بطء في المسح فانت بتستخدم الخيار ده. طبعا هنا هي خيار المطورين. طبعا ده احنا مش هنشتغل عليه. هنا لو حابب ان انت تشغل المساعد آآ الزكي. اللي هو بالزكية الاصطناعية لو حابب ان انت تسأله اي سؤال على جهاز الكمبيوتر بتاعك واي مشكلة موجودة على الجهاز هتحلها ازاي فتبدأ تكتب له آآ في الخاندية اي حاجة انت عايزت آآ تعملها. نيجي الاخر خطوة في الفيديو بتاعنا هو ازاي نحمل هذا التطبيق من متجر ميكروسوفت. كل انت هتعمله وتفتح المتصفح بتاعك. تمام? وانا ان شاء الله هترك ليك رابط آآ تحميل البرنامج في صندوق وصف الفيديو. تبدأ تنسخ الرابط ده وتحطه في قلب آآ المتصفح الخاص بيك. تضغط على انتر. هيزهر معاك صورة ديت. هتبدأ تختار على طول اللي هو يعني هتشوفه تفتح التطبيق في المتجر. تمام كده? هننتظر لحديث ما التطبيق يفتح معانا في المتجر. زي ما حدرك شايف كده يبدأ يفتح معك التطبيق. تمام? زي ما حدرك شايف هنا كده كاتب لك في الوصف آآ ملخص عن فواد التطبيق. تمام? كده وتو المميزات اللي موجودة للتطبيق. تمام? كل اللي مطلوب منك ان انت تضغط هنا على تثبيت. طبعا انا عشان مساباته قبل كده في بيضغط مني آآ بيطلب مني ان انا اضغط على فتح. لكن حدركها تضغط على تثبيت مساحة التطبيق حوالي آآ ثلاثين ميجا مساحة صغيرة جدا. طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلنتش جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل بديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.